بسم الله الرحمن الرحيم سواء شفتوها أو ما شفتهاش علشان يعني سواء كنتوا شفتوا الحلقة السابقة أو حتى ما شفتهاش علشان يكون عندكم رصيد معرفي يعني مميز جدا من موضوعات كتيرة قوي قوي هنتكلم فيها وتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت مثلا بقول للناس يعني اللي ما كانوش معانا اتكلمنا عن الاستعدادات للحمل اتكلمنا عن التوقيت المناسب لحدوث الحمل عن تأخر الحمل الجنين بتكون من ايه استمرار الحمل وتكلمنا عن أعراض الحمل ونوهنا في نهاية الحلقة السابقة ان موضوعنا في حلقة النهاردة هيكون مخصص بالكامل عن رحلة التسع شهور في الحمل وايه اللي بيحصل للجنين كل شهر الاحلام هي قوة الدفع اللي بتخلينا نتحرك بايجابية في الحياة هي اللي بتخلي نظرتنا لكل حاجة حوالينا جميلة مهما كانت الحاجة دي صعبة طفلك هو حلمك ابتدى جواكي وهو اللي هيلون حياتك وحياة زوجك باللون الأجمل يلا بينا نبدأ حلقتنا من الشهر الأول للحمل خلال الشهر الأول من الحمل بيبدأ الجنين رحلة تطوره بإيقاع مذهل فرغم إن طوله لسه أقل من أربعة ملي متر إلا إن معظم الخلايا والأجهزة الأساسية بتبدأ في التكون من الشهر الأول قام الشهر الأول وأول الأجزاء اللي بتبدأ فيها يعني بتبدأ فيها عملية النمو على الإطلاق أول حاجة تفتكروا إيه؟ المخ والأعصاب وبعد ده مباشرة يبدأ العمود الفقري أو العمود الفقري زي ما أنتم بتسموه بيبدأ في التشكل في نفس الوقت بيبدأ ظهور بدايات القلب والأوعية الدموية لدرجة إننا بنكون قادرين نسمع نبضات قلب الجنين مع نهاية الشهر الأول من الحمل وده طبعا باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتي في الشهر الأول كمان بيبدأ الجنين في تكوين السائل الأميوني اللي هيكون حواليه طوال فترة الحمل وبيبدأ كمان في تكوين الحبل السري وده اللي بيربط الرحم بالمشيمة وبتستمر قائمة الإنجازات المزهلة بقى زي ما أنتم سمعته اللي بيبدأها الجنين معاكي في رحلة الحمل السحرية دي وبيظهر برضو خلال الشهر الأول بدايات تكوين العنين والأذنين والفم بالإضافة لنتوءات صغيرة وهي اللي هتبقى بعد كده الزراعين والسقين إن شاء الله طبعا خلال الشهر الأول من الحمل لازم تكوني تأكدتي بشكل نهائي من وجود الحمل عن طريق إجراء اختبار الحمل سواء المنزلي أو في أي مكان طبي وعايزين نطمنك إن الإحساس بالغثيان اللي هو الرغبة في القيء ما بيسببش أي ضرر على الجنين احنا قلنا كده للحلقة اللي فاتت وبنكرر اهو وهنكلمكم عن الموضوع ده بقى بتفصيل في حلقات جاية إن شاء الله لازم كمان تعرفي إن الشعور ده اللي هو الشعور بالغثيان ده هيختفي في مراحل الحمل اللي بعد كده أكيد أنت دلوقتي هتخلي بالك من كل حاجة بتعمليها لإنك بقيت مسؤولة عن صحة الجنين وصحتك اكتبي تاريخ أول يوم في آخر دورة شهرية قبل الحمل ده مهم قوي إنك تكتبي التاريخ ده قبل ما تنسيه وده أهميته إن عشان تقدري تحسبي مع الدكتور الموعد المتوقع للولادة طبعا فيه طرق تانية بتتحسب بالموجات فوق الصوتية وكذا بس أنا بقولك اكتبي ده هومورك أو واجب عليك يوم طبعا لازم ننبهك بضرورة الراحة بعد أي مجهود بتبزليه نصيحة مهمة أول بلاش تميلي بجسمك لقدام أو لورا فترة طويلة لإن ده بيقلل الدم الواصل للرحم في مكان تكوين الجنين والمشين هقولك يعني يعني فيه ناس مثلا يعني ممكن تكوني حضرتك رجبة وسيلة مواصلات ففيه ناس كده تروح قاعدة كده عاملة كده لقدام خلاص تقولك يعني أنا أرتاح يعني بدل ما كذا أو إن أنت مثلا بتريحي شوية تقولي أنا هريح شوية كده مش هنام بس هريح شوية أو إن أنا ترجعي الورا لا ده في الحمل مش حلو في الشهر الأول مش حلو الفترات الطويلة ده بيقلل سواء إنك تيجي لقدام أو ترجعي الورا فترة طويلة ده بممكن يقلل الدم اللي بيصل إلى الرحم وبالتالي المشي مياه حفظي على صحتك كمان بشكل عام بالراحة والتغذية السليمة ورجعي طبيبك قبل تناول أي دواء أو قبل ما تفكري تعملي أي إجراء يعني طبي كنتي بتعمليه قبل كده بشكل عادي فاكرين لما قلتلكم حلو الفتت لو كان عندك مشاكل في الأسنان يعمليها خلاص لو عندك حاجة مثلا مطلوبة إنك تعمليها فحص دوري وانت في الحملة بتعمليش بقى أي حاجة من غير ما ترجعي للدكتور طيب ندخل على الشهر التاني خلال الشهر التاني من الحمل بتستمري مع الجنين في رحلة نموه وتطوره في الوقت ده بيبتدي نمو وجه الجنين واكتسابه بدايات الشكل البشري بيبدأ تكون الأنف واللسان والفم والعينين والأذنين بيبدأ التكون مش هيبقوا شكلهم يعني واضح والأذن كمان مش بس الأذن الخارجية اللي بتبتدي تتكون نعم أتكلم عن الخلايا لكن كمان الأذن الوسطى والأذن الداخلية اللي هيكونوا مسئولين بعد كده عن حسة السمع وحفظ التوازن الشهر التاني كمان بيشهد بداية نمو الرئتين والشعب الهوائي وفي الوقت نفسه بيتواصل نمو الزراعين والساقين بخلاف نمو الأصابع اليدين والقدمين والأصابع في الوقت ده بتكون ملتصقة ببعض بيكونوا لازئين في بعض قلب الجنين بينبط بانتظام وده من الشهر الأول زي ما عرفنا في الشهر التاني بيتطور الأمر ناحية إنه بيكون فيه يحصل بقى بدايات تكون صمامات القلب وبدايات تكون الأوعية الدموية واللي ممكن تحددها بالموجات فوق الصوتية يعني الجهاز الموجات فوق الصوتية اللي انتو بتسموه الأشعة التلفزيونية أو لا أشعة ولا تلفزيون ده الجهاز اسمه الفحص الموجات فوق الصوتية احنا بنحب يعني نقول المعلومة الصحيحة لحضراتكم تمام؟ الأجهزة بتاعة الموجات فوق الصوتية بتبين لنا احنا كل ده وإحنا بنقعد بقى والدكاترة بيقعدوا يشرحوا لنا يعني اللي هم في تخصص النساء والولادة بيقعدوا يشرحوا لنا ده بشكل كبير في الشهر الثاني كمان بيستمر نمو الجهاز الهضمي والعمود الفقري والمخ طبعا مفاجأة الناس كتيرا مجدتش تعرف أنه بدأول خلاب تتكون المخ والعصاب طفلك في الشهر الثاني كمان من الحمل هيكون طوله تقريبا حوالي واحد سانتي فاكرين شهر الأول كان كم؟ يلا جدعان أربعة ميلي شهر الثاني بيبقى واحد سانتي ده في البداية في نهاية الشهر خلوا بالكم يعني بيبدأ الشهر الثاني بيكون واحد سانتي بينهي الشهر الثاني وهو طوله أربعة ونص سانتي ووزنه حوالي خمسة جرام وبالمعلومة دي تقدروا ببساطة تتخيلوا مدى الإقاع السريع جدا في النمو واللي بيتضاعف أكتر من ثلاث مرات خلال الشهر ده بس اللي هو الشهر الثاني على فكرة الجنين مش بس نشيد في النمو لكن كمان في الحركة بمعنى إن الجنين بيبدأ حركته من الشهر الثاني هلا؟ أمارحنا ما متحسش بيها؟ آه أنت حضرك مش هتحسي بيها عشان هو لسه حجمه صغير قوي وتغيرات جسمك كلها بتكون في اتجاه دعم نمو الجنين يعني فهو لسه صغير مش حسه بالحركة خلاص؟ هتلاحظي كمان زيادة يعني أنا بس شرحت النقطة دي إن الحركة بدأت بس أنت مش هتحسي بيها تمام كده؟ طيب هتلاحظي كمان زيادة حجم الثديين عندك وده استعداد طبيعي لعملية الرضاعة بعد كده سواء على فكرة نجحت عملية الرضاعة الطبيعية بعد الولادة أو ما نجحتش يعني التغيرات دي بتحصل بتحصل وكمان حجم الدم جوة جسم حضرتك أنت بقى كزوجة حامل بيزيد الدم بيزيد؟ آه حجمه بيزيد وده علشان متطلبات تغزية وتنفس الجنين بالمناسبة نتيجة زيادة كمية الدم في جسمك ما أنا بقول لكم المعلومة دي لسبب يعني هتعرفوه دلوقتي هتحسي ببعض الحرارة يعني هتحسي إنك زي ما بقوله صهدانة صهد كده أو حسها بحرارة في جسمك وإنتي ما عندكيش حرارة لقدر الله مرضية ولا حاجة طبعا ده مجرد إحساس يعني ما فيش ارتفاع في درجة حرارة جسمك ومع إن لسه ما ظهرش عليكي أي زيادة في الوزن لسه ده أنت في شهر التاني بس هتبتدي تحسي براحة أكتر في الملابس الوسعة وده نتيجة بدايات زيادة حجم الراحل مرة جديدة بننصحك بالاهتمام بصفة عامة بصحتك وصحة الجنين من خلال الراحة والتغزية السليمة والنشاط المتوازن وقبل ده كله اتباع الإرشادات الطبية بننصحك كمان بصفة خاصة بقى بالاهتمام باللثة والأسنان لإن حساسيتهم عندك هتزيد شوية في الفترة دي فخلي بالك إن في الفترة دي يعني تعتني قوي بغسيل الأسنان وبالعناية باللثة والحاجات دي كلها طيب في الشهر التالت من الحمل إيه اللي بيحصل؟ خلال الشهر التالت من الحمل بتكون المشيمة تكونت وبتكون معظم الأعضاء والأجهزة الأساسية للجنين كمان ابتدت عملية التكوين خلال كله شغال مع بعضه مفيش حاجة مستنيه حاجة كله شغال مخ وأعصاب ورقتين وعمود فقه كله كله شغال خلال الشهر التالت بتتكون الأعضاء التناسلية وبيكتمل نمو أصابع اليدين والقدمين العينين والأذنين بيكونوا في أماكنهم الطبعية ومرة تانية باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية اللي احنا بيستخدمه كأطباء يعني مش حضراتكم بنقدر نشوف الدقن دقن الجنين واللي بتكون في الوقت ده مش ملتصقة بالصدر يعني ما بتكونش لزقة بقى كده وكمان بنقدر نشوف الجبهة والأنف بوضوح خلال الشهر التالت برضو من الحمل بيوصل الجنين لمراحل مهمة جدا في التطور وفيه أهم من اللي بيحصل العزام بتبدأ في النمو كمان ده مش بس العزام نخاع العزام البوم مارو والكبد والطحان بيبدأوا تكويق الكبد والطحان مش بيبدأوا هم تكونوا لا ده هم الخلايا بتاعتهم بتبتدي تكون خلايا الدم الخاصة بالجنين واللي بيكون في الوقت ده قادر على امتصاص السكر وده من خلال نمو الجهاز الهضمي بالإضافة إلى أن الغدى النخامية عنده اللي يالغدى المايسترو اللي موجودة في المخ بتبدأ في النمو الوظيفي النمو الوظيفي آه يعني النمو اللي هو الفعلي ده اللي هو خلايا ده مفروغ منه بتبدأ بقى التجرب الشغل يعني بداية النشاط إفراز الهرمونات ما ياند غدى النخامية دي اسمها الغدى المايسترو لأنها مسؤولة عن أغلب هرمونات الجسم بالمناسبة الغدى النخامية دي بتكون زي ما أقول لكم موجودة في المخ وبيطلق عليها الغدى المايسترو لأن هي المسؤولة عن إفراز معظم الهرمونات الأساسية في الجسم كله وأخيرا خلال الشهر ده اللي هو الشهر التالت بيبدأ نمو أظافر الإيدين والقدمين في العمر ده الجنين بيكون قادر على الدوران حوالين نفسه بيلف آه بيلف بيلف ليه بقى بيبتعد عن المؤثرات الصوتية يعني لو لو أنت قعدة وجنبك مثلا صوت عالي خلاص صوت عالي ناس بيتكلم بصوت عالي مشغالين تلفزيون بصوت عالي روحتي مناسبة وفيه سماعة أنت يعد ورأيب هتلاقيه بيبتدي هو بيقلب نفسه معدل كمان ضربات قلب الجنين بشكل طبيعي الطبيعي معدل ضربات القلب اللي بتتسمع بالجهاز بتكون ما بين 110 إلى 160 نبضة في الدقيقة الوحدة حركة الصدر عنده بتكون شبه حركة التنفس يعني بتبقى مشيحنا في التنفس طالع نازل تمام خلال الشهر التالت برضو من الحمل هيبدأ الجنين في بعض الأحيان أنه يحط صباعه في الفم والواقع أن التصرف ده بيعتبر يعني ده معجزة لوحده لأنه ده بيعتبر تدريب فطري بيعمله الجنين علشان يتعلم الرضاع بعد كده وأنتم ما فكرتوش قبل كده أن الجنين اللي لسه مولود ده المولود اللي لسه مولود حالا ده ليه لما بتحطيه كده على صدرك ونتي بتبتدي تردعي مي اللي علمه في الشهر التالت من الحمل بيبتدي يحط صباعه في بقه وزن الجنين في نهاية الشهر التالت ممكن يوصل إلى 60 جرام وطوله 9 سنتي وبحسبة بسيطة برضو هتلاقي أن وزنه زاد حوالي 12 مرة عن الشهر التاني بخلاف أن طوله تضاعف تقريبا فاكرين ما بتلكه 4.5 دلوقتي 10 أو 9 سنتي وده كله طبعا بيؤكد معجزة التطور والنمو اللي بتحصل خلال شهور الحمل واللي انت وبكل تأكيد شريك رئيسي فيها بكل اللي بتقدمه لطفلك من حب وتغزية ورعاية في الشهر التالت هتلاحظي أن أعراض الغثيان والإرهاق التدوي يقلوا وخلال الشهر ده برضو بيكون معادك الأول للفحص بالموجات فوق الصوتية واللي بيقدم لك يعني بيقدم الطبيب بيقدم لك فيه معلومات الطبيب كمان بيعرف معلومات فيه معلومات مهمة جدا عن حملك زي مثلا متابعة نمو الجنين ومعرفة هل انت حامل في جنين واحد ولا توأم وعلى فكرة خلال الفحص الأول بالموجات فوق الصوتية واللي بيتم زي معرفنا خلال الشهر التالت أو مع نهاية الشهر التالت من الحمل بيتحدد بدقة أكبر تاريخ بداية الحمل وده من خلال مقاييس حجم الجنين وفحص السائل الأميوني اتكلمنا كده عن أول ثلاث شهور في الحمل هنطلع لفاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم الشهر الرابع من الحمل ايه اللي بيحصل فيه يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقة النهاردة الحلقة التانية في سلسلة حلقتنا الخاصة عن الحمل واللي قلنا أن الحلقة النهاردة هتكون مخصصة عن شهور الحمل التسعة وفي الجزء الأول اتكلمنا عن أول ثلاث شهور الجنين بيحصل معه إيه سواء من حيث التطور أو من حيث العلامات الأساسية في النمو والعلامات الحيوية كمان في جسم وصلنا دلوقتي للشهر الرابع من الحمل تمام؟ بتستمر رحلة التطور والنمو بتاعت الجنين يعني بلا توقف زي ما قلنا توقف إيه؟ ده فيها سرعة كبيرة أو الشهر الرابع من الحمل واللي بتكون فيه كل الأطراف تكونت خلاص وبيستمر كمان نمو العضلات والجلد على فكرة جلد الجنين في الوقت ده بيكون مجعد يعني مش ناعم كده زي ما بنشوفه في الشكل المولود لا بيكون مجعد وده ببساطة لأن الجنين لسه ما ابتداش يخزن طبقة الدهون تحت الجلد ما هو الجلد بتاعنا ده لازم يكون تحتيه طبقة دهون ده مش حاجة وحشة ده حاجة ضرورية الحكاية دي هتحصل بعد كده عشان كده في الوقت ده بيكون جلد الجنين مجعد بيتميز الشهر الرابع من الحمل كمان بنمو الهيكل العظمي للجنين وبتبتدي عظام الجنين تخزن الكالسيوم ايوا انتو سمعتوها صح تخزن مش تستخدم الكالسيوم لا ده مفروغ منه انه بتستخدم الكالسيوم والعظام بتنمو لا ده كمان بتبتدي تخزن بقى طبعا مصدر الكالسيوم ده جاي منين بيكون الاكل الغني بالكالسيوم اللي حضرتك المفروض تكليه أثناء الحمل يعني ما تعوديش تقولي ما ليش نفس لا الحاجة دي أنا ما بحبهاش اي حاجة فيها كالسيوم ما بفيش الاعتماد على الأدوية على فكرة محدود جدا في الحمل انتي الاعتماد الأساسي على المصادر الغذائية يعني بتاخدي الحاجات من مصادرها الأساسية وانتي لما تكلي صح مش كتير هتكلي صح انتي هستفيدي وابنك أو بنتك هيستفيده ان شاء الله الساقين في الشهر الرابع من الحمل بيكونوا أطول من الزراعين والشعر بيكون واضح على رأس الجنين اللي بيكون له في الوقت ده رموش وحواجب كمان ده بالإضافة إلى ان جسم الجنين بالكامل بيكون مغطى بشعر ناعم خفيف جدا والحكاية دي بتحصل لحاجة غريبة جدا عشان تفضل درجة حرارة جسمه سبتة فالشعر الخفيف ده بيحافظ على ان جسم الجنين تفضل درجة حرارة سبتة الشهر الرابع من الحمل كمان بيشهد أحداث ومحطات مهمة جدا ففي الشهر ده بتندق حواس اللمس والتزوق عند الجنين اللي بيكون خلاص اتعود على الحركة ونشاطه بقى ملحوظ يعني بنشاطه بقى ملحوظ داخل الرحم انتي بنفسك هتحس انه بينطفد او بيتحرك اذا سمع صوت غريب وده لان الجنين دلوقتي بيكون محاط بيقدر يسمع يعني بيقدر يسمع والسائل الاميوني اللي بيكون محيط به بيقدر بي اولا بيخلي الجنين يعني بيتحلو الحركة والسائل الاميوني ده اللي هو موجود فيه موصل جيد للأصوات يعني الجنين تخيلوا معايا كده حواليه سائل فأي صوت السائل ده بيوصل للجنين لانه السائل ده بيوصل الصوت كويس بيبقى زي ما يكون مكبر معنى كده ايه معنا كده أن الشهر الرابع من الحمل بيكون هو معات حضرتك لبداية الإحساس بحركة الجنين فاكرين احنا قلنا الحركة بتبدأ قبل كده بس انت مش هتحسي بيها اللي في الشهر الرابع والإحساس ده هيفضل يزيد تدريجيا لحد ما يكون واضح ليكي جدا عند نهاية الشهر ده خلي بالي فيه ناس يقول لك أنا في الشهر الرابع ولسه ما حسيتش الإحساس بحركة الجنين بتحسيها بشكل واضح عند نهاية الشهر الرابع من الحمل لو حسيتها قبل كده خير وبركة ايه تمام طيب ايه بقى اللي بيحصل للجنين في الشهر الخامس من الحمل خلال الشهر الخامس من الحمل بيبدأ معدل النمو السريع في مختلف اجزاء واجهزة جسم الجنين ها في التباطق شوية معدل النمو اللي كان سريع قوي ده في الاربع تشهر اللي فاته بيهدأ لكن مش بيهدأ كده لا في الوقت نفسه بيزيد معدل نمو الخلال العصبية في المخ في الوقت ده من الحمل نقدر نقولك وبكل تأكيد ان الجنين بقى عنده مشاعر حقيقية وقوية جدا ناحيتك بقى يتأثر بيكي لدرجة انه ممكن يهدأ لما يسمع صوتك عشان كده بننصحك في الوقت ده انك تتكلمي كتير مع الجنين وتحسسين انك مهتمة بالتواصل معاه مش بس بالكلام الحنين لكن كمان ممكن تغنيله بهدوء حركي ايدك كده برقة على بطنك الحاجات دي بتوصله احساس رائع بالامان والتقارب معاك حتى اهتمامك انك تغيري مكانك مثلا من مكان فيه دوشة لمكان تاني هادي ده بيحسس الجنين انك مهتمة به وحريصة على راحته بنعرف ازاي بنلاقي مسلا حركته كان فيها توتر شوية ابتدت الحركة تهدأ يعني خلاص فيبقى زي ما اكون واحد كان متعصب وهدي التصرفات دي اللي انت بتعمليها ببساطة دي انك تحسسي كده على بطنك انك تتكلمي معاك تتكلمي معاك تقولي ايه انا هكلم نفسي انت بتكلميش نفسك انت بتكلمي الجنين اللي جواك التصرفات دي من اكتر الوسائل يعني اللي فيها فاعلية لتقوية الربطة بين الجنين وبينك اللي هي الربطة خلال الحمل طبعا الربطة دي مستمرة طول العمر وبتكون مقدمة منطقية ومهمة لكل اللي انت هتعمليه معاك بعد كده بعد الولادة في الشهر الخامس من الحمل بقت ملامح وجه الجنين واضحة اكتر وتحديدا من ناحية تشكل الانف بصورة واضحة كمان بيبدأ نمو اماكن الاسنان اللبنية وبيبدأ جلد الجنين يضغط بمادة بيضة بتديله بعض النعومة والمادة دي بتبتدي الدوب تدريجيا لحد ما تختفي قبل الولادة الشهر الخامس من الحمل هو الموعد المقترح التاني لفحص الموجات فوق الصوتية ومن خلال الفحص فاكرين الاولاني كان امتى؟ في نهاية التالت ده بقى في الشهر الخامس قرب الخامس كده قرب نهايته بيبقى ده المعادة التاني في الفحص ده بيتابع نمو الجنين بيتم التأكد من وضع المشيمة بيتحدد كمية السائل الاميوني ها حاجة بقى المهمة اللي كلكم بستنينها وطبعا بيكون ده الموعد اللي بيستنى كتير جدا من الامهات والاباء لان في الفحص ده اللي هو في الشهر الخامس بيكون فيه امكانية لتحديد نوع الجنين هل هو هيكون بنت ولا ولد وبالتأكيد الجزء ده من الفحص بيكون اختياري للأزواج والزوجات اللي حابين يعرفه يعني فيه أزواج والزوجات يقولك يقول الدكتور ما تقولناش وفيه الناس يقولك لا قولنا وزن الجنين عند نهاية الشهر الخامس من الحمل ممكن يكون وصل الى تلتمية وتسعين جرام وبيكون طوله يقارب التمانية وعشرين سنتيمتر فاكرين في أول شهر كان أربعة ميلي دلوقتي تمانية وعشرين سنتيمتر شوفوا في خمس تشهر بس ايه اللي حصل وطبعا الشهر الخامس كمان بيتميز بظهور ما يعرف بالوحم وهو باختصار زيادة رغبة الزوجة الحامل في أنواع محددة من الأطعمة يعني أنواع أكتر من أنواع تانية والوحم ده ظاهرة طبيعية طبعا السينما والأعمال الفنية كبرت الموضوع جدا إنما هو طبيا مش بالضخامة اللي الأفلام اتكلمت فيها عن الوحم وعايزة رنجة وعايزة مش عارف ايه وعايزة وبتاعه دايما حاجات تبقى مش موجودة في وقتها يعني الوحم ظاهرة طبيعية ممكن تعدي على ناس وناس تانية لا في الحامل يعني ووراها تفسيرات كتير زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت لكن أهم ما في الموضوع أنه لا يسبب أي ضرر للأم أو الجنيه يعني ما فيش حاجة لو أنت نفسك في الفراولة ومش موجود فراولة فالبيبي هيطلع مش عارف عنده فراولة كل ده كلام فاضي كلام غلط يعني طيب في الشهر السادس بقى من الحمل إيه اللي بيحصل؟ خلال الشهر السادس من الحمل هتقدر يتميزي حركات واضحة للجنين في أوقات محددة يعقبها فترات من الهدوء والفترات دي سواء اللي فيها الحركة أو اللي بيميزها الهدوء هتكون بتعبر عن شكل محدد من أشكال النشاط عند الجنين في المرحلة دي من عمره طيب إيه أهمية المعلومة دي؟ يعني هتلاقي الأم بنسألها السؤال ده فتقول إيه؟ آه أنا بلاحظ مثلا أنه الصبح ما بين الساعة 9 و 10 قليز يمكن بيتحرك وبعدين بيفضل هادي ويرجع تاني يعمل حركة كده الساعة 3 أو الساعة 1 وبعد كده بيمكن يتحرك تاني بس بالليل بقى مثلا ساعة 10 وما بينهم هادي طب إيه فايدة المعلومة دي؟ فايدة المعلومة دي إنها بيكون بتديكي فرصة لدراسة يعني تركزي بقى أكتر في شكل الظاهرة دي هي الحاجات دي ثابتة هي الحركات دي ثابتة والهدوء ده ثابت طيب لما بتركزي زي ما قلنا في الحاجات دي إيه اللي بيحصل؟ في الشهر السادس من الحاملة ممكن لما تركزي في الحاجات دي هتستفدي منها بعد كده يعني هتستفدي منها بعد الولادة أقولك ليه؟ لأن ده هيكون نمط النشاط والهدوء اللي هيكون عليه الجنين في الوقت ده يعني غالبا هو اللي هيكون متكرر بعد كده في مرحلة ما بعد الولادة وبالتالي بيكون عندك القدرة إلى حد كبير قوي إنك تعرفي أوقات استيقاظ ونشاط طفلك وكمان أوقات هدوءه أو نومه يعني ببساطة ممكن تاخذي الباترن ده أو الباترون ده أو يعني الشكل ده من الهدوء والحركة وتتوقعين إدواء ده اللي هيحصل بعد كده إنه في الوقت ده بقى لما يتولد بالسلامة إن شاء الله أو لما تتولد بالسلامة إن شاء الله هتبقى هادية في الوقت ده أو هيبقى هادي أو هتبقى نايم وهكذا طبعا المعلومات دي هتساعدك جدا في ترتيب أمور في غاية الأهمية على رأسها طبعا أوقات الرضاعة واللعب والنوم والغيار وهكذا برضو في خلال الشهر السادس من الحمل بيستمر إقاع نمو خلايا المخ بنفس المعدل السريع وبيكتمل نمو الأعضاء التناسولية وبتكون مراكز العظام في جسم الجنين أكثر صلابة وبتستمر هي كمان في النمو والتخزين يعني في النمو العظام كمان بتستمر في تخزين الكالسيوم أنا كنت عايز أقول تخزين الكالسيوم افتكرت إن أنا قلته تمام؟ يعني الخلايا العظام مستمرة العظام بتنمو وعملية تخزين الكالسيوم شغالة ده لغاية معادة الولادة بالمناسبة الجنين في الشهر ده هيبدأ كمان في تخزين بعض الدهون تحت الجلد فاكرين؟ وده اللي هيخلي بقى جلده أكثر مرونة مش هيبقى مجعد بخلاف إن الجنين دلوقتي بقى قادر على التنفس خلال السائل الأميوني وبسبب كده ممكن في بعض الأوقات تحصل له زغطة أيوة زغطة اللي بتحصل لنا وإحنا بناكل أو بتاع دي هتظهر ليك أنت بقى بس في شكل غريب جدا وغير متوقع عشان كده لازم تكوني عرفان زغطة الجنين واللي بتحصل أحيانا نتيجة ابتلاع كمية من السائل الأميوني بكمية يعني غير اللي الجنين متعود عليها كتدريب مستمر على عملية التنفس ما الزغطة هنا بتحصل بقى إنه بلع جزء من السائل الأميوني أكتر من اللي هو متعود عليه هتظهر ليك أنت بقى في شكل مش زغطة بقى زي اللي بتاعتنا احنا ككبار لا هتظهر في صورة حركات منتظمة لفترات قصيرة وتختفي بعد كده يا هتبص لي مثلا لو تخيلنا مع بعض يعني هتبص لي مثلا زي ماكون حاجة جواكي بتعمل كده شويفين يا بعمل إداية إزاي زي ماكون أربع خبطات ولا ثلاث خبطات ولا خمس خبطات وبعدين تختفي فاهمين قصدي الحقيقة إن الحركات دي بتكون محيرة عند كتير من الأمهات لما تحصل لهم وبيبقوا مش عارفين يقولوا إيه هي دي مش انقبضات وده مش الحركة اللي احنا متعودين عليها من الجنين اللي احنا خلاص بقينا مركزين فيها وامتابعينها من الشهر الرابع دي حاجة جديدة دي الزغط فاهمتوا قصدي لما لما الأمهات يحسوا بيها أحنا ما يقلقوش وطبعا بعد ما شرحناها الكوهو المفروض بقى أن انت تتطمني وتعرفي أن دي حاجة عارضة بتحصل لكل الأمهات خلال الفترة دي من الحمل وليها علاقة بتدريبات التنفس اللي بيمارسها الجنين وزن الجنين عند نهاية الشهر السادس من الحمل ممكن يوصل لسبعمائة جرام ما شاء الله وطوله ممكن يقارب خمسة وتلاتين سنتي ده في الشرسة وطبعا أنت كمان في الوقت ده زيادة وزنك بقى هتكون ملحوظة لأنها بتكون في حدود خمسة ونص كيلو إلى ستة وتمانية من عشرة كيلو جرام زيادة عن وزنك قبل الحمل خلاص كده يبقى عرفنا دلوقتي إيه اللي بيحصل خلال أول تلات شهور من الحمل عرفنا إيه اللي بيحصل خلال تاني تلات شهور من الحمل يعني خلصنا الشهر السادس فاضلنا إيه فاضلنا الشهر السابع والتامن والتاسع وما دول فيهم جديد هدول فيهم معلومات بقى جديدة جدا حاجات بقى ما كناش نتوقع هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل الحلقة مع حضراتكم يحكى أن مازال متواصل خليكم معاني أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التالت والأخير من حلقتنا النهاردة واللي تناولنا فيها شهور الحمل التسعة تناولنا ست شهور بس لغاية دلوقتي عشان بس ما تتخافوش يعني فاضلنا تلات شهور كل اللي بيحصل للجنين خلال شهور الحمل وديك حلقتنا التانية من سلسلة حلقتنا عن الحمل والحلقة اللي فاتت برضو كان فيها معلومات ومضوعات مفيدة جدا وإن شاء الله كمال الحلقات الجاية هيكون فيها حاجات حلوة أول أنا يعني متخيل كتير من حضراتكم من الزوجات يعني اللي في بداية زواجهم أو اللي لسه اللي في الحمل وفي بداية الحمل أنا متخيل مشاعرهم دلوقتي وأنا بتكلم يعني حاجة أنا أنا بقولها حاجات علمية واكتهدت أن أنا بصغها بطريقة مبسطة وسلسة لحضراتكم ولكن الموضوع له جانب بقى تاني خالص جانب إنساني جميل وجانب شعوري وجانب عاطفي كل حد من حضراتكم دلوقتي يعني ربنا يا ربي يطمن عليكم جميعا وتقوموا بكل سلامة وإنتوا المولود وتبدأوا بقى الحياة الحقيقية اللي هي ما بتبقاش الحياة ما بتبقاش حياة من غير الأولاد يعني يعني والأطفال يعني فأنا مستوعب ده جدا وسمحوني يعني إذا كنت بتكلم بسرعة شوية لأن أنا عارف إن فيه أوقات أنتوا بتكونوا محتاجين فيها بعد جمل معاناة أنوا تسرحوا بس الوقت محكوب في الحلقة فأنتوا إيه ارجعوا بقى بعد كده للحلقة زي ما أنتوا عايزين واسرحوا زي ما أنتوا عايزين وقفوا بقى الحتة واسرحوا وعينوا يرجعوا تاني الشهر السابع من الحمل أول معلومة عايزة أبتدي بيها الشهر السابع مع حضراتكم معلومة يعني قوية جدا إيه هي بقى جملة حركة الجنين هتبتدي تقل الملحوظة دي من أهم المعلومات اللي هتسمعيها من الطبيب المتابع لحملك ولازم تعرفيها خلال الشهر السابع من الحمل وبمعرفة المعلومة دي هتقل مش هتختفي لقدر الله هتقل بس عن قبل كده لما تبقي عارفة المعلومة دي هتكوني متطمنة تماما لما هتشعري بتغير نمط حركة الجنين إلى الشكل الأهدى أو الأبطأ شوية والحقيقة أن السبب وراء نقصان حركة الجنين أو هدوء يعني حركة الجنين شوية في الوقت ده إنه بيكون اكتمل نموه بشكل شبه نهائي يعني بالبلد كده بيكون الجنين كبر ما شاء الله شغل حيز الرحم بالكامل تقريبا فبالتالي المساحة اللي كان بيتحرك فيها بقت أقل بقت أقل بكتير قوي عن الشهر السادس مثلا أو الشهر الخامس يبقى لما تتبعي واتقرني حركة الجنين في الشهر السابع مش المفروض تقلقي خالص ليه؟ لأنك زي ما قلنا ممكن تلاحظي إنها بقت أهدى من الأول شوية يعني أهدى شوية عن قبل كده لكن تكوني بقى متطمنة مش قلقان تكوني متطمنة ليه؟ إن النمو طفلك ما شاء الله ماشي بشكل ممتاز وطبعا مصدر الاتمئنان ده في المقام الأول بيكون المتابعة الطبية الدقيقة لحالة الحمل يعني أي حد بيتابع الحمل مع طبيب أو طبيبة من تخصص أمراض النساء والتوليد هتلاقون بيقوله لكو الكلام ده بكل تفصيل وأدعو الله إن هم يقوله لكو بكل تفصيل ما يبقوش سرع ويعني وكده ياخدوا وقتهم كده معاك وهم بيشرحوا لكو ياه وزن الجنين خلال الشهر السابع من الحمل ممكن يصل إلى كيلو وميد جرام إلى كيلو ونص مع طول يقارب 42 سنتي وطبعا هيفضل الجنين محافظ على إيقاع ضربات قلبه المنتظم واللي بيكون أسرع من الشخص العادي وده لأن سرعة ضربات قلب الجنين في الوقت ده بشكل طبيعي طبيعي بتكون حوالي 150 ضربة كل دقيقة يعني نبضه 150 تمام الجنين في الوقت ده من الحمل اللي هو في الشهر السابع مش بس بيكون قادر إنه يسمع الأصوات خارج الرحم بشكل كامل لا ده كمان بتكون عيونه مفتوحة فيقدر يشوف الضوء قدرة الجنين على إنه يفتح عينيه ويقفلها بتساعده إلى حد كبير قوي إنه يتعلم أساسيات الإحساس والتمييز بين فترات النهار والليل من قبل ما يتولد يعني طفلك بيتولد وعنده فطرة يعرف بيها فطرة يعرف بيها إنه فيه وقت اسمه النهار ووقت تاني اسمه بالليل المبدأ ده لما تكون حضرتك مقتنعة به هيساعدك جدا بعد كده على تنظيم فترات نومه إلى حد ما خلال الشهور الأولى بعد الولادة والاستيقاظ الطفل فيها بالليل يعني بيكون عشان الرضاعة مش المفروض إنه يمنعه من استكمال واستمرار نومه بعد ما ياكله يجبع يعني بعد ما ياكله يجبع لو التبطبي عليه كده وكل ما يجبع في الرضاعة هتلاقيه يرجع ينام تاني لأنه بيبقى متجهز عرف إن الليل ده بتاع الهدوء وبتاع السكون تمام؟ بالمناسبة في المرحلة دي بيكون عند الجنين حواجب ورموش وبيكون حجم راسه متناسب مع باقي جسمه وهيفضل يمرن نفسه على عملية الرضاعة من خلال وضع صباعه الإبهام في فمه لفترات أطول ده الشهر السابع أما عن الحمل في الشهر الثامن فخلال الشهر الثامن من الحمل بينمو الغلاف الواقي حوالين الألياف العصبية ما فيش حاجة بتتنسي سبحانك يا رب ما فيش حاجة منسية يعني أنا أنا متخيل إنه اللي بيصنع جهاز أو كده بيبقى قدامه يعني حاجة في أقسام عمالة تسلم لبعض الإنسان معجزة الخلق ما فيش حاجة بتتنسي بشوفه شوفه في الشهر التامن إيه لي بيحصل الإطار الواقي للألياف العصبية كمان بتنمو أظافر الإيدين وبكده بيكون اكتمل نموه كل جسم الجنين معدر رئتين رئتين موجودين بس ما اكتملش نموه تستمر في النمو هي وأظافر القدمين أظافر الإيدين تعملت الرئتين وأظافر القدمين هم بس اللي بيكتمل نموهم خلال الشهر التاسع من الحمل وزي ما نبهناك في الشهر السابع هنرجع نكرر التنبيه في الشهر التامن بضرورة المتابعة الطبية الدقيقة وسؤال طبيبك عن أي ملاحظات لأنك في الشهر ده هتستمر في ملاحظة إن حركة الجنين ابتدت تهدى زي ما قلناك في الشهر السابع وتفسير ده بقوله هو مرة تانية إن الفراغ اللي كان بيتحرك فيه الجنين يعني تخيله هو هو كان ده الفراغ وهو بيشغل حتة كده من الفراغ هو كبر فبقى الفراغ قليل فبالتالي مش عارف يتحرك كويس وده نتيجة طبيعية يعني نتيجة طبيعية زي ما قلنا لزيادة الجنين في الحجم في نهاية الشهر التامن من الحمل ممكن الجنين يوصل لوزن اتنين كيلو جرام وإذا كان الجنين ولد ففي خلال الشهر ده بيكون الموعد لنزول الخصياطين من البطن إلى مكانهم الطبيعي المعتاد في كيس الخصياطين وإحنا كنا قدمنا لحضراتكم في حلقة سابقة بنيحكى أن عن هذا الموضوع في الشهر التامن من الحمل هتفضل الاستجابة للضوء بالنسبة للجنين من العلامات المميزة جدا للشهر ده وهيكون جلده أنعم وهيبدأ الاستعداد بأخذ وضعية الولادة وهي أنه يكون اتجاه راسه للأسفل طبعا في وضعيات تانية بتحصل لكن أنا أتكلم على النسبة العامة يعني النسبة الأكبر من الأجنة بيبتدوا ياخدوا وضع الولادة نحما يبقى راسهم نحية تحت فيما ملحوظة مهمة خاصة بيكي أنت خلال الشهر التامن من الحمل وهي أن معدل الزيادة في وزن حضرتك هيبتدي يقل مقارنة بالشهور السابقة وخلال نفس الشهر اللي هو الشهر التامن بيكون موعد حضرتك مع الجلسة التالتة من جلسات الفحص بالموجات فوق الصوتية فاكرين قلنا في نهاية التالت وفي الشهر الخامس ودلوقتي في آخر التامن بيظهر في الفحص ده بقى التالت بتاع الموجات فوق الصوتية آخر تطورات نمو الجنين وبيتحدد وزنه التقريبي من خلال فحص محيط الرأس ومحيط البطن ومحيط عزمة الفخد وبيتم مراجعة وضع المشيمة إنها في مكانها الطبيعي ويعني بيبقى فيه داتا كده كتير أو معلومات كتير بنحصل عليها في الفحص اللي بيحصل خلال الشهر التامن طبعا أنا لما بقول إن الفحص تلت مرات ده الحد الأدنى فاهمين قصدي إنما وارد جدا إن يكون الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوا حمل حضرتك عندهم وجهة نظر فبيحبوا يتابعوا الحمل بمعدل فحص موجات فوق الصوتية أكتر من اللي أنا بقول المهم إنه ما يقلش عن ثلاثة فاهمتوا قصدي ويبقى بقى تحديد عدد المرات دي ده تبعا ليه احتياجك أنت اللي بيقرر الاحتياج ده الدكتور تمام بصي يمكن حاسة بشوية تعب يعني مش شوية كتير يعني تعب كتير خلاص بس أكيد برضو في نفس اللحظة حاسة مرتاحة حاسة إنك مرتاحة يعني إنه بيكبر بخير صح أحيانا مش عارفة تنامي كويس أكيد بس لما هتنامي هتحلمي لما تشوفيه أول مرة هعمل إيه وهعرف أشيله وهعرف أغيرله ولا لأ يمكن قلقانة إنك مش عارفة حاجات كتير بس متطمنة إنك هتقداري وهتتعلمي وهتعملي المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفك بها آخر شهور الحمل إن شاء الله هو الشهر التاسع فخلال الشهر خلال بقى الشهر التاسع جسم الجنين بيكون ابتدى يفرز هرمون الكورتيزون وده اللي بيساعد في إنهاء نمو الرئتين النمو الوظيفي بقى خلاص الرئتين بيكونوا اكتملوا نموهم كويس على فكرة ده السبب إن الأطفال اللي بيتولدوا بدري بيتولدوا في الشهر السابع أو كده أحيانا بيحتاجوا يتحطوا في الحضانة لأن قدرتهم على التنفس ما بتبقاش مكتملة خلاص كمان بيكتمل نمو الألياف المغلفة للجهاز العصبي أظافر القدمين بتكون اتكونت خلاص الشعر الناعم على جسم الجنين فاكرين اللي قلنا عليه اللي بيحفظ درجة حرارة الجنين بيبدأ في الاختفاء بتبدأ خلاص بقى بنقفل بقى الشغل بيتقفل بقى عشان نستقبل بقى الحكاية وبيبدأ كمان يعني في تكوين أو بيتكون طبقة الدهون الرئيقة تحت الجلد الطبقة دي قصدي بتبدأ بتبدأ في التناقص خلاص قدة النعومة اللازمة للجلد خلاص ما بتعودش بقى تزيد إلى مالة نهاية لا هي قدة مهمتها خلاص بتتناقص وكمان المادة اللي كانت مغطية جسم الجنين من الخارج فاكرين لما قلت لكم فيه مادة كده بتبقى مغطية جسمه تبدأ في الذوبان تدريجيا بيبدأ الجنين نفسه تدريبات على عملية دفع نفسه واللي هينفزها بشكل كامل أثناء عملية الولادة 97% من حالات الولادة شوفوا الرقم 97% شوفوا النسبة عاملة ازاي بيتحقق الوضع الطبيعي للولادة وهي ولادة الطفل من خلال نزول راسه في البداية حركة الجنين خلال الشهر التاسع بتستمر برضو في التناقص بشكل كبير ما بتبقيش بقى حاسة بيها كتير قوي وفي الوقت ده بيكون وزن الجنين وصل في حدود 3 كيلو جرام أو أكثر تمام؟ بينما يصل طوله لحوالي 50 سنتيمتر علامات الولادة الحقيقية مهم جدا أنك تعرفيها في الشهر التاسع وهي نزول العلامة خلاص واللي بتكون عبارة عن نزول غلاف لزج كان هو الغلاف الواقي اللي مغطي عنق الرحم بتنزل العلامة دي الناس الكبار يقولوا البشارة بيسموها البشارة ويا بشارة فعلا بتبشرنا بكل خير خلاص بعد كده بتنزل المية واللي بتكون عبارة عن سائل شفاف كل ده بيحصل مع استمرار انقباضات الولادة وانقباضات الولادة دي لها مواصفات خاصة بتميزها عن أي انقباضات تانية مرت عليكي خلال الحمل انقباضات الولادة حاجة مختلفة خالص لها صفات محددة وخلال الشهر التاسع الانقباضات الحقيقية للولادة بتكون قوية قوية يعني أقوى من أي انقباضات مرت على حضرتك قبل كده تمام؟ بتبدأ من مستوى البطن خلاص عند الظهر يعني بتبدأ عند الظهر كده من مستوى البطن وبتنزل لأسفل دي تاني صفة الانقباضات كمان بتكون منتظمة منتظمة يعني ممكن تحسبيها بالساعة أو بالستوبوت بتتكرر بشكل منتظم كل وقت محدد يعني بتلاقي مثلا كل ديئتين بتحصل كل ثلاث دقايق بتحصل كل عشر دقايق هي دي من علامات الولادة الحقيقية وفي المرة الوحدة الانقباضات دي بتاخد من خمسة واربعين ثانية إلى ديئتين يعني بيحصل انقباضات وتقف بعد كده تحصل منتظمة شوفوا الصفات دي مهمة قوي خلوا بالكم مهمة جدا جدا تمام خلوا بالكم لأن دي برضو هرجع للأفلام والأعمال الفنية وبتاعة تبوص اللي هي الزوجة اللي تبقى في عز الليلة وتقول أنا بولد أو بتاع يعني فاكرين حتى في فيلم الحفيد الفيلم الشعير قوي كانت البنت أو الابنة اللي هي الحامل وتلاقي كريمة مختار الأمة الله يرحمها تقول ايه لأ لسه لأن هي عرفة عرفة انقباضات الولادة دي غير مختلفة عن اللي فاته ولازم لها صفة النظام وزي ما قلنا بتبدأ من الظهر من عند مستوى البطن وتنزل لتاعت الحامل عامل زي المركب الكبيرة اللي بتسافر وتقف على مواني كتير قوي بس كلها مواني حلوة عارفين انتو الحكاية دي مش لو سفن كده فنادق اللي هي بتعدي على بلاد كتير لكن رغم جمال كل جزء في الرحلة الطويلة دي بتاعت الحامل دي بيفضل الجزء الأجمل فيها هو لحظة الوصول بأمان لنهاية الرحلة الرحلة النهاردة كانت عن التسع شهور بتوع الحامل قضيناها معاكم كده قضينا تسع شهور في وقت الحلقة تكلمنا معاكم فيها الوقت اللي احنا تكلمنا فيه ده بيعدي بقى على ناس بيبقوا فاكرين تفاصيله هتفضلوا فاكرينه على فكرة يعني ما ايه وقت تفتكري انك هتنسي حاجة من الحاجات اللي حصلتلك في الحامل حلقة الجاية بقى هنتكلم عن حاجات كتيرة برضو إن شاء الله ليه علاقة برضو بالحمل موضوعات كتيرة جدا جدا ليها برضو علاقة بالحمل موضوعات لازم تلكوني عارفاها لازم تلكوني عنديك وعي بيها ونصايح لازم تنفذيها وحاجات لازم تتأكدي منها حاجات كتيرة أول خلوا بالكوا أن كل اللي قلناه في حلقة النهاردة وحلقة مبارح وإن شاء الله اللي هنقوله في الحلقات القادمة كل ده موجود على وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج يحكى أنا أو موجود على اليوتيوب تفرجوا عليه وتعلموا وخلوا كده المشاعر والعواطف مقترنة بالعلم والمعرفة هتبقى حاجة جميلة أول إن شاء الله نشوفكم السبت الجاي وحلقة جديدة من حلقتنا الخاصة عن الحمل يحكى أنه إن شاء الله معاكم يوم السبت أنا يعني اللي بكون موجود معاكم يوم السبت وإن شاء الله كده نتعلم ونعرف حاجات قفلة سلام عليكم